السبعة الشيخ وفقكم الله يخذ بعض الناس من الأقاضل من أهل الدين إلى التنزف في البرية ولا يأخذوا معهم من الماء إلا ما يكفي لطعام الشراب ويتيممون للصلاة بحجة أن ذلك في سعة واغظة الله فما حكم ذلك بسم الله الرحمن الرحيم يجب على الإسلام أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء سواء كان في الوضوء أو كان في مصر الجنابة لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقة لحمله فلا حرج عليه أن يتيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس من الساعة فلم تجدوا ماء فتيمم فينظر في هؤلاء إذا كانت السيارات التي معهم صغيرة لا يمكن أن تحمل الماء فلا بحسنة يتيمم وإن كانت النزحة وأما إذا كان الأم سهلا عليهم يكون معهم ماء صغير يتابعهم فلا واجب عليهم أن يفعلوا هذا يعني يحمل الماء حتى يتطهروا به